في عالم الدراما التركية الساحر تبرز مجموعة من النجوم الشباب الذين أسروا قلوب المشاهدين بأدائهم المميز وجاذبيتهم الفريدة دعونا نغوص في عالم هؤلاء النجوم ونكتشف معاً أصغرهم سنة والمفاجأة ستكون حين تعرفون أعمارهم الحقيقية اضغطوا لايك وتابعوا معنا في المرتبة العاشرة إنجين ألتان دوزياتان المولود في السادس والعشرين من يوليو عام 1979 يبلغ من العمر 45 عاماً منذ زواجه من نسل شاه الكوتشلار في عام 2014 استمر في تقديم أعمال مميزة أبرزها مسلسل قيامة أرتغرل الذي حقق نجاحاً كبيراً في تركيا والعالم العربي في المرتبة التاسعة إنجين أكيوريك في الثاني عشر من أكتوبر عام 1981 ولد إنجين أكيوريك ليصبح الآن في سن الثالثة والأربعين بأدائه المميز في مسلسل العشق الأسود أثبت قدرته على تجسيد الشخصيات المعقدة بعمق وإحساس حياته الشخصية تظل بعيدة عن الأضواء حيث يفضل الحفاظ على خصوصيته في المرتبة الثامنة كيفانش تاتليتوغ كيفانش المولود في السابع والعشرين من أكتوبر عام 1983 يبلغ من العمر واحداً وأربعين عاماً منذ زواجه من باشاك ديزر في عام 2016 استمر في تقديم أعمال مميزة أبرزها مسلسل العشق الممنوع الذي حقق نجاحاً كبيراً في تركيا والعالم العربي في المرتبة السابعة بوراك أوزاجيفيت في الرابع والعشرين من ديسمبر عام 1984 ولد بوراك أوزاجيفيت ليبلغ الآن تسعة وثلاثين عاماً منذ زواجه من فهرية أفجان في عام 2017 شكلاً ثنائياً محبوباً في الوسط الفني أداؤه في مسلسل حب أعمى أثبت مكانته كواحد من أبرز نجوم الدراما التركية في المرتبة السادسة كارم بورسين كارم المولود في الرابع من يونيو عام 1987 يبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاماً في مسلسل أنت أطرق بابي أثبت جاذبيته وأداءه المميز مما جعله حديث وسائل التواصل الاجتماعي لفترة طويلة حياته العاطفية كانت محط أنظار المعجبين لكنه يفضل التركيز على أعماله الفنية في المرتبة الخامسة تشاغلار أرتغرل في الخامس من نوفمبر عام 1987 ولد تشاغلار أرتغرل ليصبح الآن في سن السادسة والثلاثين أداؤه في مسلسل العشق الفاخر أظهر قدرته على التنقل بين الكوميديا والدراما بسلاسة مما جعله من النجوم المفضلين لدى الجمهور في المرتبة الرابعة جان يامان جان المولود في الثامن من نوفمبر عام 1989 يبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاما بوسامته وأدائه المميز خطف الأنظار في مسلسل الطائر المبكر حيث قدم شخصية الشاب المغامر بروح مريحة حياته العاطفية كانت محط اهتمام الإعلام لكنه يركز حاليا على مسيرته الفنية في المرتبة الثالثة ألب نافروز في الخامس عشر من يناير عام 1990 ولد ألب نافروز ليبلغ الآن أربعة وثلاثين عاما بأدائه الرائع في مسلسل لا تترك يدي أثبت أنه قادر على تجسيد الشخصيات المعقدة بعمق وإحساس حياته الشخصية تظل بعيدة عن الأضواء حيث يفضل الحفاظ على خصوصيته في المرتبة الثانية بوراك دينيز بوراك البالغ من العمر ثلاثة وثلاثين عاما ولد في السابع عشر من فبراير عام 1991 على الرغم من كونه غير متزوج إلا أن حضوره القوي على الشاشة جعله حديث الجميع في مسلسل حكايتنا أبدع في دور الشاب المكافح مما أكسبه قاعدة جماهيرية واسعة في المرتبة الأولى على رأس القائمة ألبيرين ديماز في سن الثانية والثلاثين ولد في الثالث من نوفمبر عام 1992 أثبت ألبيرين ديماز نفسه كواحد من ألمع نجوم جيله منذ زواجه من كوبرا كيلينتش في عام 2020 استمر في تقديم أداءات مبهرة أبرزها في مسلسل الحب الأول حيث جسد مشاعر الحب الأولى بصدق وإحساس عال اكتب لي في التعليقات أي نجم هو الأقرب إلى قلبك وانتظرني في فيديو قادم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة